وكل الخير والرضا دوما يا ربي يتجدد اللقاء الحقيقة ان الوعد كان ان الحلقة تكون عن مشوارنا في جبل الحلال لكن الحلقة لسه ما قفلناهاش ولازم اقول لكم كلمة مهمة قوي انه مادة جبل الحلال دايما هتحتاج مننا لتدقيق لان لو كنا بنطلب منكم تحري الصدق في المعلومة فاحنا كمان نقوم بالحكاية دي زي ما بنطلبها من حضراتكم والاهم من ده كله ان انا عايز اقول ان انا مكنتش لوحدة هناك احنا كنا مجموعة تم تجهيز وترتيب وعمل كل الاوراق اللازمة علشان نقدر نكون موجودين في هذا المكان من قبل الشؤون المعنوية وبالتالي انا اعتقد ان انتوا هتشوفوا وجهات نظر مختلفة لكل الاعلاميين اللي كانوا موجودين كل واحد هيعمل القراءة بتاعته لان ما حدش تدخل في شكل قراءة كل اعلامي للمادة اللي هيشتغلها كلنا تركنا نصور براحتنا كل حاجة كتمتاحة لنا كلنا كل واحد ياخد الزاوية اللي هو عايزها علشان كده هتسمحوني وانا بتوقع ان شاء الله ان العرض يكون اما الثلاثاء او الاربعاء يعني خلونا نقول على نهاية الاسبوع طيب عايزاكوا ترجعوا لي بسرعة لان الملفات كتيرة النهاردة العين كلها بتقول في قمة مصرية امريكية بتيجي بعد سبع سنين غياب والبعض بيقول لا ده اكتر من سبع سنين عن الحضور المصري في امريكا يعني 13 سنة اللي يهمنا في الموضوع ده ان رئيسنا ده اللي بيقفز بهذه الثقة على درجات الطائرة زي ما حضراتكم شايفينه كده يا ترى هو رايح وهو عاوز ايه دولتك الجديدة الان لم تعد تتحرك وفق اي مخططات تخطط لها ولكن هي بتتحرك وهي الحقيبة بتاعتها في اديها بملفتها لانها اعلنت ومنذ اللحظة الاولى ان الاساس في العلاقات بين الدول هي المصالح هل من حقنا ان احنا نقول ان هذه الادارة الامريكية استبقت هذه الزيارة بانها قدمت واجب الضيافة للادارة المصرية على الاقل في نقطتين واضحين النقطة الاولى تأجيل الحديث عن نقل القدس نقل السفارة الامريكية للقدس وده كان جزء من الطموحات اللي اشتغل عليها في حملته الانتخابية بس كمان لازم نفتح قوس ونقول ان شخصية الرئيس الامريكي هي شخصية غير قابلة للتوقع يعني ردود افعاله ما نقدرش نقسها بدرجة عالية لانه شخص بيتحرك بمفهوم البزنسمان الغني وبالتالي لا يستطيع ان يقيس ردود فعل على ما يصدر منه بس دي نقطة تحسب ان هي بتقدم للادارة المصرية بوصفها هي قائد الاقليم وده نقطة مهمة اوي هنحط تحتها ميت خط النقطة التانية المهمة جدا اللي تقدمت وربما البعض موقفش عندها برغم قمة عمان او يعني انا بيحلو ليه اسميها قمة البحر الميت اللي هي قمة الحد الادنى لاي حضور عربي يعني بكل المعاني لازم هنا ننتبه انه حصل متغير في اداء الادارة الحاكمة في المملكة العربية السعودية مع الادارة الحاكمة في مصر والاداء ده لم يكن وفقا للمعلومات المتاحة الا بعد زيارة ولي ولي العهد للولايات المتحدة الامريكية طب ده معناه حاجة طب ده بين سطوره في معنى بكل الاحوال خلونا نكون اكثر تعقلا وما نستعجلش الوصول للنتائج لكن انا عندي عاملين على الاقل بيقولوا ان هذه الادارة الامريكية قدمت اسبات حسن النية للادارة المصرية اللي رايحة وعندها ملفاتها فحقبتها دون انتظار لمن يضع لها مواضيع او عنوين او ملفات طيب هنا هيبقى مهمة اوي ان احنا نقول هل احنا امام اداء يختلف عن اداء الادارات الامريكية السابقة يعني على الاقل ادارة اوباما اللي قعد التمن سنين هل وجه اوباما بكل ما حمله بيقول ان احنا امام شيء مختلف مش بالضرورة نكون امام شيء مختلف لكن احنا عندنا شيء مهم جدا اختلف وهو الادارة المصرية والادارة المصرية اللي في سنتين ونص ادهاشت العالم من قدرتها على الحرب على الارهاب واطلاق عملية البناء ما زالت قادرة على ادهاش حتى رأس اكبر دولة في العالم وفي الحالة دي العامل المتغير الحقيقي ما يشغلنيش باعتبار ان امريكا في نهاية الامر دولة مؤسسات مين الوجه اللي بيحكم بعدين حنكتشفه وبعدين حنشوفه وعايز اقول لكم رأبوا معايا عدد الساعات اللي هيجتمع فيها الرئيسين وبناء عليها هنعمل مقارنات مع كل الرؤساء اللي سبقوا الرئيس المصري للمكتب البيضاوي ووقتها هنعرف حجم النقاش وسخنته وما هي طبيعة الملفات علشان تبقوا عارفين محدش بيغششنا بس كل ما هنبزل مجهود ونذاكر كل ما هنقدر نفك الشفرة مهم جدا نقول لحضراتكو ان على الاقل عندنا عنوانين مهمين نقدر نتوقعهم عنوان ادراك جماعة الاخوان الارهابية كجماعة ارهابية واللي قبل كده اتكلمنا عنه من ان فيه كتير من الحركات اللي مش عايزة الرئيس الامريكي يذهب الى هذه النقطة ويحددها وربما يكون تريزا ماي وربما يكون العامل المتغير هو يعني الانتحار السياسي للإدارة التركية متمثلة في أردغان نفسه لكن كمان اليد ما بتمشيش هادئة كده علشان كده مش عايزةكوا تسيبوا ودنكوا كتير لأصل مجلة النيورك تايمز قالت لكن الميدل إيست جورنال قالت لكن كل دي ناس بتلقي علشان احنا نتلقى علشان تشكل بينا ورق الضغط بكل الاحوان لا احنا مشغولين فيه هناك مظاهرات معا ولا ضد معاتش موضوعنا احنا امام دولة استقرد بكامل هيبت اتنين ما احناش مشغولين ما بين الديمقراطيين والجمهوريين والخناءات اللي شغالة ما بينهم ازاي تستثمر الملف المصري لم يعد يعنينا على الاطلاق لسبب بسيط جدا ان احنا موضوعنا محدد ودولتنا من القمة العربية وقبلها هي بتعلن ملفاتها لان مواقفها فيها مدروسة ماهش انفعالية ولا رد فعل وبالتالي هي مواقف سبتة على ذكر ملف الاخوان علشان تعرفوا اللعبة بيبقى شغال ازاي يعني لما نسمع فجأة كده ان الجاليات المصرية في الخارج بيطلع صوت يقول احنا عايزين نعمل نقابة للمصريين في الخارج وتبدأ الخناءة بين الجاليات والنقابة بعيدا عن الخناءة وبعيدا عن شخص هذه الخناءة مهم جدا جدا نعرف حاجة هي فكرة النقابات دي مين اللي استثمرها طول الوقت مش الاخوان برضو ومين اللي دخل كل النقابات من باب تقديم الخدمات وعملنا السلع المخفضة والرحلات والمعسكرات مش الاخوان طب هم الاخوان مش موجودين مع المصريين في الخارج وهم الان بحاجة السقفي خليهم يخرجوا برا دايرة الاستهداف لو حصل وتم تسميتهم جماعة ارهابية يبقى اللي بتتحرك وبتقدم هذا الملف واللي بتعيش في واحدة من دول الخليج وعندها طموح انها تقدر تجمع اصوات المصريين في الخارج في اوروبا وامريكا واستراليا والخليج يبقى فيه مخطط جديد بيتم تجهيزه لعمل تجييش بجماعة ضغط بعدد المصريين اللي موجودين في الخارج حتى لو كانت حسنة النية علشان كده وإحنا بنبص بين السطور ما يشغلنيش العنوين اللي ممكن تنزل في جريدة من هنا او من هناك لكن ما بين السطور دي هو دا الاستهداف الحقيقي الثقة في ان اللي منتبهين لامور هذه الدولة عنيهم عليها انا واثقة واعتقد ان ظهير هذه الدولة على ذات الثقة لكن الملفات هتكون مع ضيف وضيف حضرتكم بعد الفاصل سيادة اللواء سمير فرج علشان نعرف الحقيبة المصرية اللي في يد الرئيس عبدالفتاح السيسي ايه الملفات اللي مطروحة فيها بعد الفاصل اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة